اصابة اربعة عراقيين جراء الانفجار في تقسيم بتركيا ابغداد تدين وتعلن تضامنها مع انقرة قصف ايراني يستهدف السليمانية واربيل والحصيلة الاولية تتحدث عن شهيد وثمانية مصابي السودان في جولة تفقدية لمستشفى الكاظمية وجه بمعاقبة المتغيبين من الملاكات الطبية الانباء بالتفاصيل من الرابعة اهلا بكم والبداية من الانتهاكات المستمرة لسيادة العراقية حيث افاد مسؤول محلي بتجدد القصف الايراني على ناحية سيدغان في ادارة سوران شمال اربيل وقال مدير ناحية سيدغان في اربيل احسان تشالبي ان القصف استهدف منطقة بريزين وجبل سقرة بشكل مكثف لافتا الى ان القصف لم يسفر عن خسائر بشرية بحسب المعلومات الاولية وفي السياق ذكر مصدر امني ان صافرات الاندارة قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل تزامنا مع القصف وفي اطار الانتهاكات الدولية لسيادة العراقية اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان استشهاد شخص واصابة ثمانية اخرين بالقصف الايراني الذي استهدف كويسنجاق في اربيل صباح اليوم قال وزير صحة الاقليم سامان بارزانشي ان القصف الايراني تسبب حتى الان باستشهاد شخص واصابة ثمانية اخرين نقلوا الى المستشفى موجهن المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية هذا واعلن الحرس الثوري الايراني استهدف مقرات في اقليم كردستان العراق وقال الحرس في بيانة انه استهدف مقرات من وصفهم بجماعات ارهابية في كردستان بوابل من القصف هذا وقصف الثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم مقرات حزب كومل الايراني المعارض في قضاء عربة التابع لمحافظة السليمانية بالتزامن مع قصف ايراني اخر نفذ بصاروخين استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني في قضاء كويسنجاق ضمن محافظة اربيل والى تداعيات التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول اذ اصيب اربعة عراقيين جراء الانفجار في شارع الاستقلال بيان للقنصلية العراقية في اسطنبول ذكر ان اربعة عراقيين اصيبوا جراء الانفجار في تقسيم مبينا ان ثلاثة اصابات منها طفيفة فيما اشارت الى ان الاصابة الرابعة كانت في الرئة وتخضع حاليا الى عملية جراحية هذا وادانت وزارة الخارجية الحادثة الارهابية الذي استهدف مدينة اسطنبول في تركيا وذكر بيان للوزارة ان الخارجية العراقية تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للحادث الارهابية الذي استهدف منطقة تقسيم وسط اسطنبول واودى بحياة عدد من المدنين وجرح اخرين مضيفا ان العراق يشاطر تركيا حكومة وشعبا ولا سيما عوائل الضحايا الم الحزن ويقدم التعازي الصادقة بدورها اكدت السلطات التركية اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع تقسيم في اسطنبول والتي اسفرت عن استشهاد ستة اشخاص على الاقل وذكر وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ان الشخص الذي زرع قنبلة اعتقلته قوات الامنة يأتي هذا بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي اكد ان امرأة هي المسؤولة عن الاعتداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 فالخدمات في القضاء ضعيفة أو ربما معدومة تلعفر أنه هي أكبر قضاء وتستحق أن تكون بمستوى محافظة وتقديم الخدمات إليها بمستوى محافظة خاصة وأنها تمثل موقع مهم وستراتيجي المناطق خارج مدينة الموصل بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى أموال لكي تقارن مع داخل مدينة الموصل لأن المدينة هي برمتها سواء كان من أهل قصبة المدينة أو أريافة ورغم مرور سنوات على تحرير القضاء إلا أن النازحين لم يعودوا بما أكد المعنيون أن هناك عوائق أمام عودة النازحين تكمن بشكل أساسي في عدم وجود مصلحة مجتمعية حقيقية وعدم اكتمال الخدمات الأساسية إلى جانب قلة فرص العمل بالإضافة إلى عدم تقديم الحكومة تعويضات مالية للمتضررين بعد دمار وخراب بيوتهم بسبب داعش هناك معاناة متعددة لعدم عودتهم أولا لعدم صرف مستحقاتهم العودة من الهجرة هذا مشكلة مشكلة ثانية عدم صرف مستحقات التعويضات المتراكمة مضى عليها أكثر من خمس سنوات لم يتم صرف مستحقاتهم وبعض الفقرة الثالثة هناك بعض نستطيع أن نقول مطلوبين أو لديهم شبهات أو اشتباه في الاسم رغم الأوضاع الأمنية الجيدة التي يتمتع بها القضاء ورغم الميزانية الكبيرة التي حصلت عليها محافظة نينوى والتي بلغت أكثر من ثمانمائة مليار دينار إلا أن التلكؤ وقلة الإنجاز للمشاريع جعل أغلب مناطق تلعفر تطالب بحقهم في الإعمار معاناة قضاء تلعفر الأكثر تعقيداً والأقل ضجيجاً رغم سنوات العودة ولكن القضاء تعاني الإهمال والتهميش وعدم عودة النازحين إليها لقناة الرابع محمد الشبكي الموصل وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب خلال إطلاعه على جدول مناوبات الكوادر الطبية بمستشفى الكاظمية التعليمية وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الأخير أجر زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمية واطلع على ردهات المستشفى وواقع الخدمات المقدمة فيها ومستوى وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية كما تفقد عددا من المرضى الراقدين واستمع إلى شكاوى المرضى والمراجعين بشأن الخدمات المقدمة ووجه السودان بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب ومحاسبة المقصرين والمتسببين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين حتى الصاحب يجاين يتورق الله يوفقك في الله الله يوفقنا الله يوفقنا الله يوفقنا على الأخذة هالك الله يوفقنا أنا صغير ما شاء حد لكم سؤال لينا رحمة الجبع لكم لهم تناول علاج علاج ينطل هنا لو تشتري بمرض لا كل أسابة من برانة ستسلحة الصدق كل أسابة من برانة كل شيء ماك مننا؟ لا، 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 لدي عشياء عشياء شرسين قسم مبرر، قسم مبرر، يعني أكو خطائف مبرر، بس إحنا التحويل يعني مرات سونر مبرر قوية، لأن هنا أنا ما يطلع، يعني ليش معروف؟ ليش معروف؟ شوش تقول أنت؟ آني عسكر، مدرس طائرات من جانبه أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد أن ورقة برنامجه تتضمن التأكيد على أهمية دور البرلمان ودعم التشريعات الدستورية رشيد في مقال له أشار إلى أن ورقة برنامجه تتضمن الحرص على تحشيد الدعم الدولي لإعادة بناء العراق مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ومنع التدخلات السياسية فيما لفت إلى أن مشاركته في قمتي الجزائر وشرب الشيخة عززت الثقة بإمكانية عمل جدي وفعال أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي عدم تبليغه لغاية الآن بقرار عزله من منصب رئيس الهيئة الدراجي وخلال استضافته ببرنامج المناورة أشار إلى أن المحكمة الإدارية سبق وأن ردت دعوة إنهاء تكليفه والتي تقدم بها نائبه الذي وصفه بالفاسد والمتخابر الاتحادية العليا طبعا هي مختصاصة بقرارات الحكومة يعني عدها سابقات يعني عدها ما مثلا لا هواية ردة أحسان عبدالجبار مثلا لا 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 أحسان عبدالجبار ألغت الشركة ألغت الشركة اللي هي الستورية ما ألغت منصبه وردت كثير مثلا هي اجتماعية غيرها كفت خمس قضايا تقول هذا مختصاص عجب هذا جاي اختصاص طيب أنا مع كل احترام للمحكمة الاتحادية لكن إذا أكون قرار فهو قرار خاطئ لماذا ما وصل لك نسخة من القرار ما أكون نسخة من القرار ما عندك محام يترافع عنك إيه 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 لا راح قاله سيصدر القرار خلال أيام اللاحق يعني يكتب القرار أنت رئيس هي تصنع الحرب حالياً لو سابقاً لا حالياً الصبح سابقاً لا لا ما هذا قرار المحكمة الاتحادية شنو أولاً هذي الموضوع تم سبق الفصل فيه من قبل المحكمة الإدارية العليا في يوم 26 تسعة كل ما هنالك عندنا موظف فاسد متخابر لان موجود بالسجن متخابر شنو يعني متخابر متخابر مع دولة اجنبية من رأس الدولة اجنبية دون علم الدولة طيب وسفارتنا تكلمت بالموضوع معانا نحن للتحقيق اللي هو النائب لجنابك بدون مسميات فأقام دعوة هو وكيلة أو شيء فبالقضاء الإداري محكمة الموظفين والمحكمة الإدارية العليا وتم رد الدعوة في يوم 26 تسعة من جهته رد نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي علي فخر عبد الحمزة على حديث رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي بانه داخل السجن قال عبد الحمزة في حديث خص به الرابع عقب انتهاء برنامج المناورة ان المحكمة الاتحادية انتصرت مرة اخرى للعراق وما ادعى به الدراجي غير صحيح وتضليل للرأي العام على حد قوله ونشد عبد الحمزة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى لحمايته من التهديدات التي تعرضها لها سابقا وما زال يتعرض لها بسبب اقامة الدعوة في المحكمة الاتحادية العدية ضد الكاظمي اضافة لوظيفته تعرض موظف في بلدية النجف الاشرف يعمل ضمن لجنة النزاهة الى اعتداء من قبل بعض المستولين على عقارة الدولة مراسل قناة الرابعة في النجف ذكر ان الموظف يعمل ضمن لجنة مشكلة بامر وزاري للكشف عن العقارات الحكومية المستولى عليها قرب ضريح الامام علي عليه السلام في المدينة القديمة وضف مراسلنا ان الموظف تعرض للضرب اثناء استدعائه للمحكمة لغرض الشهادة بتجاوزات واستيلاء على عقارات الدولة بمليارات الدنانيرة هذا وقد تسبب حادث الاعتداء بادخاله المستشفى وتسجيل دعوة ارهاب في الامن الوطنية اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني جادة بحل جميع الملفات العالقة بين بغداد والاقليم النائب عن الحزب جياي تيمور قال ان اهم هذه المشاكل هو عدم وجود قانون النفط والغاز لافتا الى ان سن هذا القانون يضع اسسا متينة لعمل الحكومتين معا في عملية استخراج وتسويق النفط والافادة من وارداته كما بيّن تيمور ان حصة كردستان في الموازنة ستناقش بشكل تفصيلي من قبل الوفد الكردية الذي سيزور بغداد تطالب القوى الكردية عقب الاستقرار السياسي الاخير بتفعيل المادة مائة واربعين الخاصة بالمناطق المختلف عليها في ظل مخاوف الشعبية من تغليب المصالح السياسية على حقوق المحافظة كاركوك مركز المادة مائة واربعين التي يطالب بها الاقليم مرارا وتكرارا من اي حكومة تتشكل دعوة القوى الكردية الى تفعيل هذه المادة الدستورية التي تنص على حسم المناطق المتنازع عليها من جديد جاءت بعد الاستقرار السياسي الاخير الذي حصل بين المكونات السياسية احتقد اليوم من اولويات القوى السياسية الكردية هو تفعيل المادة 140 ولا يزال مستمر في المطالبة قد يكون هناك تأجيلات او تعطيلات بعض من الزمن لوجود ظروف سياسية قد تكون قاهرة او ربما خارج سيطرة القوى السياسية لكن لا يزال المفاوض الكردي يجعل من اولويات طاولة التفاوض هو المادة 140 وبالتالي قد يكون التفاوض في النتائج لصالح العام وليس لصالح الخاص الدستور اعطى حق التطبيع والاحصاء واستفتاء المواطنين خلال مدة اقصاها في الواحد والثلاثين من كانون الاول عام 2007 وخلاص هذه المدة تعتبر المادة الدستورية 140 منتهية يقول قانونيون لكن تحرك الاقليم صوب المحكمة الاتحادية في عام 2018 قد فعل المادة الدستورية وجعلها ساريا يعني بموجب الدستور العراق وفق المادة 140 ووضع نقاط على ان تم تنفيذ هذه المادة وهي الاحصاء والتطبيع وامور اخرى كذلك لكن حددت بماد بيبو تاريخ معينة هو 31 كان الاول 2007 هذا التاريخ هو الذي تنتهي به هذه المادة لكن اعادوا الطعن بهذا التاريخ وتم اصدار قرار من المحكمة الاتحادية بان اعتبار هذا التاريخ هو لامور تنظيمية وبالتالي بقت المادة سارية المفعول بتفسير المحكمة الاتحادية الكتل السياسية في المركز تعول على ان يكون التعامل مع مطالب الاقليم خارج نطاق الاشتراط اي وفق الفضاء العام رغم الحاح القوى الكردية على وجوب تفعيل ملف المادة 140 بعد صمت طويل بين بغداد وحكومة الاقليم حول المناطق المتنازع عليها تعود المطالبات الجدلية من اربيل مجددا بضرورة تفعيل المادة الدستورية 140 والتي ستكون ضمن ملفات الوزد الكرد المفاوض الذي شكل لزيارة بغداد في الايام القريبة احمد ليث بغداد الرابعة تتنافس القوى السياسية في كاركوك للضفر بمنصب المحافظة من خلال انتخابات مجالس المحافظات تستعد مكونات المدينة لخوض سباق انتخابي غير مسبوق انتخابات مجالس المحافظات يراها مختصون في الشأن الانتخابي انها ستكون مختلفة هذه المرة عن سابقاتها في كاركوك كونها ستخوض تنافسا كبيرا لاستحصال عدد اكثر من المقاعد لنيل منصب المحافظ بالدرجة الاولى خاصة ان البوصلة تشير الى تحالفات ستظهر على الساحة قريبا نحن نتمنى ان تكون هناك تنافس وليس صراع يعني اذا ابعدنا الانتخابات من التزوير ومن التلاعب فحقا تكون هناك تنافس في العملية في المجتمع الكاركوكلي سوين استبيانات اغلبية ما شاركوا في الانتخابات النيابية ولكن يقولون نشارك في انتخابات مجلس المحافظة لان انتخابات مجلس المحافظة بالنسبة لنا لمواطن كاركوك انتخابات مصيرية اذا كان عدهم نواب في مجلس المحافظة فيقدرون يأثرون على سير القرارات في مجلس محافظة كاركوكلي مراقبون بيّنوا ان المحافظة لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات منذ عام 2005 بالتالي ان الحلبة الانتخابية ستشهد تنافسا غير مسبوق بين المكونات يمكن اكثر راح تكون شدة من اي انتخابات سابقة او انتخابات مجلس البرلمان لان هذه اولا هي قريبة بتلامس قريب كبير مع المواطنين وصار انها فترة من 2005 لحد الان لم يشترك تشترك محافظة كاركوك في انتخابات مجالس المحافظات وهي الحلقة القريبة التي تواصل ما بين فئات المجتمع مع الحكومة المحلية مجالس المحافظات جسر الوصل المنقطع بين المواطنين والحكومة اغلب القوى السياسية تلوح بدستورية مجالس المحافظات كونها تعتبر العين الرقيب على اعمال ادارة المحافظة وكشف ملفات الفساد بحسب مراقبين من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة كشفت المالية النيابية عن قرب وصول مشروع الموازنة الى البرلمان وان اغلب فقراتها معدة مسبقا كونها متعلقة بالجانب التشغيلي عضو لاشنة جمال كوجر اوضح ان الكادر المسؤول عن اعداد الموازنة هو ذاته الذي يديرها حاليا وهو على دراية كاملة بجميع متعلقات الوضع المالي للدولة العراقية ولن تكون الموازنة صعبة عليها لافتا الى ان جميع المؤشرات تظهر ان القانون يصل الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي مساع حكومية لتفعيل صندوق التنمية في الموازنة الجديدة من خلال استثمار ارادات العائدات النفطية يأتي ذلك في وقت يؤكد مراقبون ان تحقيق هذه الخطوة سيفتح المجال امام الاستثمار تدخل فقرة تأسيس صندوق التنمية العراقي حيز مشروع الموازنة المالية لعام 2023 بعد ان اعلن السوداني تثبيتها ضمن هذا القانون نظام جديد في ادارة الدولة ترى من خلاله الحكومة من فدى خلاص من افة الفساد وبابا لتوفير الالاف من فرص العمل تتمثل فكرة هذا المشروع بانشاء صندوق سيادي يمول من خلال استخدام نسب من ايرادات العائدات النفطية ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية والصحة وغيرها هو صندوق سيادي سبق انطاربه وامتداد للصندوق اللي كان في زمن الملكي مالعات الاعمار الصندوق السيادي يبقى رصيد الدولة العراقية بدل ان تقترض من دول خارجية ان يودع جزء من مبلغ الايرادات النفطية وتوضع بهذا الصندوق ويكون ممول لصناديق اخرى عديدة يعني صندوق الاسكان صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من المستحدثات رياضتنا تحتلها الصين والنروج واليابان لتجربة انشاء صناديق التنمية بتحقيقها لما يفوق الملياري دولار مولت من طريقها مختلف المجالات اذ يرى خبراء ان نجاح الاقتصاد يزمثلوا باعتماد هذه المعادلة وفسع المجال امام الاستثمار كل دول العالم اللي اتطورت في شكل سريع حققت صناديق ومنها الصناديق بدأت تنهض البلد لان اقتصاديات البلد تمشي بواسطة الصناديق حتى لا يصيبها الفساد يعني لانه هذه الصناديق راح تكون محصورة بجهات معينة تشتغل عليها وخصوصا هي دائما هذه الصناديق تدعم القطاع الخاص لانه القطاع الخاص الحقيقة قليل الفساد اذا يعني سيطر عليه واذا كانت المنافسة قوية بين المشاريع وتعتمد اغلب دول الخليج العربي وذوات الاعتماد على الاقتصاد الريحي مشاريع مشابهة لصندوق التنمية العراقي المزمع تأسيسه اعتمدت لتمويل القطاعات الخدمية والمشاريع كحال البلدان التي استخدمت صندوق التنمية لتحقيق طفرات نوعية بواقعها الاقتصادي والعمراني يعولوا ان تكون التجربة العراقية لهذا المشروع مصطفى الوشأ الرابع بغداد اكدت وزارة الموارد المائية حرصها على تأمين الحصص المائية لمستحقيها والمضي بازالة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الامنية لضمان وصوص الحصص لذنائب الانهور والجداول وزير الموارد عون ذياب عبدالله خلال لقاه عددا من الشيوخ والوجهاء والفلاحين في الديوانية اوعز بارسال لجنة للاطلاع ميدانيا على الواقع الاروئي في قضاء الابدير وتدليل العقبات الانية التي تواجههم وفق خطط علمية اضافة الى دراسة المشاكل المستقبلية وفق رؤية وتوجهات الوزارة الحالية كشفت الامطار الاخيرة فيديالا عن حجم تهالك البنى التحتية للمشاريع الخدمية فيما يطالب الاهالي باقالة مدراء الدوائر الخدمية واستبدالهم بشخصيات اكثر كفاءة وبعيدة عن المحاصصة قطاع عن المطر منذ عام 2019 والمفروض من 2019 احنا اكون الكثير من المشاريع الاستراتيجية وخاصة مشاريع المجاري وتصريف المياه انه تنجز بالطريقة الصحيحة لكن للأسف الشديد بهذه الساعتان اغلب مناطق بعقوبة تعرضت للغرق الكثير من المناطق القديمة قد دخلت مياه الامطار الى المنازل وهذا ما دفع الكثير من السكان العوائل المناطق الفقيرة بالخروج ترك منازلهم وبحث عن مناطق اخرى طبعا يوم الغريب بالموضوع وحتى المناطق التي تعتبر من المناطق التي تتوفر فيها الخدمات من تبليط ومجاري وما الى ذلك حتى هذه المناطق تعرضت للغرق وبالتالي دائرة المجاري أسعفت هذه المناطق بسحب المياه اغلب شوارع بعقوبة فاضت وخاصة غرب بعقوبة التي لا لدينا مجاري الماء لحدها موجود واقف في الشوارع اليوم المدارس بلشو الأطفال وين يرحون وين طلوا وجههم كل طيين يروح مطيين يرجع مطيين يشوك ان يخلص من هذه الموضلة المدار الناس تقول عليه خير خير ان شاء الله خير هو اكيد خير يبس ديقى الذين يعني يتمنى يكون حلل هذا الموضوع الى عنوين النشر اصابة اربعة عراقيين جراء الانفجار في تقسيم بتركيا وبغداد تدين وتعلن تضامنها مع انقرة قصف ايراني يستهدف السليمانية واربيلة والحصيلة الاولية تتحدث عن شهيدٍ وثمانية مصابين السودان في جولةٍ تفقديةٍ لمستشفى الكاذومية يوجه بمعاقبة المتغيبين من الملاكات الطبية كانت هذه نشرة اخبار المنتصفة من الرابعة للمزيد من الاخبار وابداء الاراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تيفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام والتويتر شكرا لكم اشتركوا في القناة